بسم الله والصلاة والسلام على العشاء في خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم استكمالا لما بدأناه من بعض المسائل على مقرر 102 Introduction to Physics اليوم هنأخذ شابتر نمبر 4 Work, Power and Energy أو Work, Energy and Power هنأخذ أول مسألة المسألة بتقول ليه؟ المسألة بتقول طبعا نحن يعني قبل أن نأخذ المسائل في حاجات أساسية نحن نرجعها مع بعض في هذا الشابتر عندما قلنا الwork يساوي حاصل الضرب القياسي للقوة في الإزاحة دي قوة ضرب قياسي طوت هنا هنأخذ فس كوزاين سيتا درب الضرب القياسي يبدأ هذا عبارة معادلة الwork لعني أن لو عندي جسم والجسم ده بهذا الشكل وأثرت عليه قوة بزاوي مقدار سيتا هذه القوة القوة دي حركة الجسم في هذا الاتجاه وجي مسافة مقدارها هاي تحرك مسافة مقدارها يبقى الف في الاس في كوزاين سيتا يديني الwork المبزول يبقى الwork done نأخذ مسال مسال بطبيق على الكلام ده 600 نيوتنس فورس يبقى الف هذا هو المسال بتاعنا الف تساوي 600 نيوتنس ما لها is applied by a man to a drizer يعني هذه القوة سلطت بواسطة مان يعني رجل بزايلها على مين to a drizer drizer هو دولاب 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 ها drizer ده دولاب الرجل ده أثر على الدولاب بقوة مقدارها 600 نيوتنس that moves 2 متر والدولاب تحرك مسافة مقدارها 2 متر find the work done if the force and displacement are اوجد اوجد the work done يبقى الwork بس كذا حالة تمام متى لما تكون if the force and displacement are parallel متوازين اذا كان القوة هذه القوة هذه القوة والازاحة parallel او at right angles او متعاملين بديه ايه ده المطلوب الأولاني او هم التنين متعملين add the s and f اخر حاجة opposite directed يعني ده بي انتجاه الثالث لما يكون هم التنين add the f و add the s في انتجاهين متضادين يعني زاوية بينهم 180 درجة ابقى ازاي الكلام الwork في حالة الاولى لما يكون القواتين متوازيتين هذه القانون بتاع الورك فس كوزاين لازم اكتبه الف بكام بستمائة نيوتن 600 نيوتن الاس ب 2 نيوتن وكوزاين كوزاين كام لما يكون الف والاس بارل يعني متوازين يبسيتها بكام ها انا سامع واحد بيقول بسفر برافو يبقى كوزاين زيرو وكوزاين زيرو بكام بواحد في هذه الحالة يبقى 1,200 جول اللي هي وحدة الورك طبعا انا اخد في الحالة التانية برضو نكتب القانون بتاعنا هم جدا نكتب دائما القانون فس كوزاين سيتا لما يكونوا متين رايت انجلز رايت انجلز يعني ازاوي بينهم تسعين في هذه الحالة يبقى الورك اهي 600 القوة المسافة وكوزاين كام وكوزاين تسعين بكام؟ وكوزاين بسفر يبقى الشغل بيساوي زيرو جول ما فيش شغل مبزول وده شي طبيعي لما يكون القوة عمودية على الجسم وما فيش ازاحة في هذه الحالة الشغل بيساوي زيرو الحالة التالتة لما يكون عمودية في التجاهين متضادين وفي هذه الحالة في الحالة القوة المسافة كوزاين كام منها لم يكونوا متنين في اتجاهين متضدين كوزين مئة وتمانين وكوزين مئة وتمانين بكام؟ كوزين مئة وتمانين بكام؟ بمينس ون يبقى في هذه الحالة الشور المفزول ون مينس ون ساوزين تو هندرد جول يبقى ده ده عبارة عن المثال بتاعنا المثال يبقى تأتي حالات حالة الاولى لما كان القوة ودبعا دي يعني الامثلة دي غالبا ما بتأتي تمام ويبقى مطلوب نحن نعرفها لما يكون عندنا القوة والازاحة في اتجاهين متوازين او القوة والازاحة في اتجاهين متضدين هناخد مثال جديد المثال بيقولي هورس هورس اللي هو الحصان بولز يعني بيسحب بيرج بيرج اللي هو مركبة نقل بيرج بي اي ار دي مركبة نقل مركبة دي بيجرها حصان الونج اكانال وز اروب روب اللي هو مين روب اللي هو الحبل ده نحن نعرفها of 10 degree. يبقى سيطة 10 degree. تمام? with the direction of the bridge. تمام? يبقى عندي ادي برج بتاعي. برج اسف. هنا ادي القوة. القوة دي طبعا tension. او اف. هنا الزاوية مقدارها 10 degree. تمام? يبقى هنا زروب at an angle of 10 degree with the direction of the bridge. a bridge move with constant velocity. طبعا المركبة النقضية حتتحرك بسرعة ثابتة. how much work is done by the horse to pull the bridge 100 meter. يبقى دي المسافة بقى اسها. اس 100 متر. يبقى عدد الwork done. الwork بيسوي عدول. يعني قلنا ف اس كوزين اي سيتا او تي اس. لو انت هتعتبر ان التنشن اف او تي يبقى تي اس كوزين اي سيتا. وطبعا في الغالب تي تنشن برمز برمز تي. يبقى وان ساوزند. اللي هو قيمة التنشن في اروب. وبعدين وان هندرد اللي هي الديستنس. كوزين كام? كوزين تن دجري. لما اجي عن الكلام ده كله بالحزب بتاعتي. يطلع لي. nine eight nine thousand. ninety eight thousand. وبعدين four hundred eighty جول. دي عبارة عن work done. وبعدين السؤال الثاني. what is the net force on the berge? ما هو ما هي القوة الكلية المؤثرة على البرج? طبعا هنا نرجع تاني السؤال بيقول لك. the berge move with constant velocity. مركبة النقد دي بتتحرك بسرعة ثابت. ده معناه ايه? the berge move with constant velocity then. اذا the net force acting on it must equal ايه? اقوال زيرو. يبقى constant velocity ده معناه ان محصلة F هتساوي زيرو. تمام? وده من فين? ده من newtons first law. newtons? من قانون نيوتن الاول طبعا يعني لابد ان احنا ما ننساش الكلام ده لانمو ده مهم جدا. newtons first law. لا. من قانونة اول. سرعة ثابتة ده معناه تسارع زيرو. لان التسارع مقدار تغير في السرعة بالنسبة للزمان. مدام السرعة ثابتة يبقى التسارع بتاوي سفر. مدام التسارع سفر يبقى محصلت. the net force acting on berge يبقى بتساوي زيرو. ناخد مسألة اخرى. مسألة دي كلها مهمة جدا كتطبيق على هذا الباب. اوما سيدة بوشز اتوي كار. السيدة دي بتدفع سيارة هي تلعب لعبة. initially at rest. يبقى في نوت بكام? في نوت بساوي زيرو. انا لازم اكتب المعطيات كل مرة. لازم. تورد اتشيل. في اتجاه قفل. هي اثرت بقوة مقدارة 5 نيوتن. عشان هي تدفع. طبعا اللعبة صغيرة. مش محتاجها قوة كبيرة 5 نيوتن. نيوتن واحد. لو انت عايز تخيل ممكن. لو انت يعني شعراية كده. لو انت عايز تنزحها من رأسك انت محتاج واحد نيوتن. تمام? فنيوتن دي حاجة صغيرة. يبقى. او من بوشز اتوي كار انيشالي ات ريست. يبقى في نوت بساوي زيرو. تمام? تورد اتشيل باي اكزيرتنج اكونستانت هوريزينتال فورس 5 نيوتن. يبقى القوة ب5 نيوتن. سروا اديستانس اوف 1 ميتر. يبقى الاسب كام? ب1 ميتر. لازم نكتب المعطيات مهمي جدا نكتبها. تمام? هاو متش وورك دان اونزا كار. ما هو الشغل المبزول على السيارة؟ تمام? هاو متش وورك دان اونزا كار. ما هو الشغل المبزول على السيارة؟ طبعا الشغل عطول وورك يساوي. اف في اس. ليه اف في اس؟ طبعا فين الكوزين؟ قال لك اه. ما هو انت بتقول ان القوة اكزيرتنج اكونستانت هوريزينتال فورس. هوريزينتال ايه؟ يبقى قوة افقية. قوة ايه؟ افقية. يبقى لو عندي العربية كده. يبقى القوة كده هو في اتجاه الافق. يبقى الزاوية سفر. تمام? يبقى عندي ما عندي الزاوية كده. تمام? يبقى عطول 5. 5. القوة بخمسة. مضروبة في واحد نيوتون. يبقى 5 جول. يبقى عادة الشغل المبزول بوسطة السيدة. what is it? final kinetic energy. يبقى عايز الكي اف. الكي اف بكم? الفاينال كينيتك انرجي. اللي بتاع مين? بتاع السيارة. تمام? الفاينال كينيتك انرجي. انا فاكرين نظرية الشغل والضعقة. ان الكي اف تساوي مين? تساوي كي اف. الانشيال كينيتك انرجي. ضغط حركة بتاعية. زائد الورك دان المبزول. زائد الشغل المبزول. طب. ضغط الحركة بتاعية بكم? ضغط الحركة بتاعية بكم? بسفر. ليه? لان السرعة بتاعية بسفر. وضغط الحركة دائما الكي سواء final kinetic energy او initial kinetic energy نصف mv سكوار. لما يكون الفي بسفر يبقى الكي بسفر. يبقى زيرو بلاس. وحنا حسبنا الورك دان 5. يبقى بسفر. تمام? ووحدة الكينيتك انرجي بنفس وحدة الشغل يبقى برضو جول. عايز هو بقى كده هواتز. it's final speed. السرعة النهائية بقى. اها السرعة النهائية بقى. اها السرعة النهائية. طب الكي اف بكم? الكي اف زي ما القانونها جتبنا القانون فوقها. نص m v f سكوار. تمام? يبقى نص. نص. هو طبعا هنا يعني لابد يدينه الكتلة. what is it's final speed. هم يدينه الكتلة. بقصوين ال m من الكار. 0.1 كيلو جرام. هنا. ال m. كار. تساوي كام? 0.1 كيلو جرام. يبقى لما يجعود يبقى نص. اهي. في 0.1. اللي هي الكتلة. في v f. سكوار. تساوي كامل الكلام ده. تساوي 5 جولة. او ما انا حسبناه. تساوي 5. تمام? يبقى في هذه الحالة. يبقى v f سكوار تساوي كام? تساوي 5 على. ده مضروف ده بكام? ده نص. مضروف واحد من عشرة. يبقى بخمسة من مية. يبقى على خمسة من مية. تمام? ده بتساوي 100. في هذه الحالة ده معناه ان v f السرعة النهائية تساوي 10 ميتر بير ساكن. تمام? او ميتر. ده عبارة عن final speed. يبقى انا بمسألة كده حسبت ال work done اهو. حسبت kf اللي هي final kinetic energy اهي. حسبت final speed اللي هي v f. شكرا لكم.